الفصل الثاني البيئة وخصائصها أولاً البيئة الطبيعية تتضمن البيئة بمعناها الواسع العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية والحضارية والإنسانية التي تؤثر على أفراد وجماعات المخلوقات الحية وتحدد شكلها وعلاقتها وبقائها وعلى هذا الأساس يمكننا تحديد أنواع البيئات وخصائصها على النحو التالي أولاً البيئة الطبيعية هي البيئة التي تتكون من الماء والهواء والتربة والمعادن ومصادر الطاقة والأحياء بكافة صورها التي تمثل الموارد التي أتحها الله للإنسان ليحصل منها على مقومات حياته إن أكثر النظم البيئية الطبيعية تعرضاً للأنشطة البشرية هي النظم البيئية القريبة من التجمعات السكانية الكثيفة وما يترتب على ذلك من استغلال لهذه النظم للحصول على احتياجاتهم المختلفة وقد قسمت البيئة الطبيعية إلى الأنوع الرئيسية الآتية البيئة المائية يشكل الماء غلافاً نحيط بالكرة الأرضية يطلق عليه الغلاف المائي ويشمل كل المياه الحرة الموجودة على سطح الكرة الأرضية أي غير المرتبطة فيزيائياً وكيميائياً مع المعادن المشكلة للكرة الأرضية ويوجد الماء في الطبيعة على ثلاث حالات وهي ألف على هيئة غاز وهي بخار الماء العالق في الجو ويمثل نسبة بسيطة من مجموع كمية الماء في العالم تقدر بنحو 0.01% من مخزون الماء الكلي ذا يوجد سائلاً وهو الماء العادي بأنواعه المالحة والعذبة ويمثل نسبة كبيرة ويقدر بنحو 98.2% من المخزون الكلي للمياه ويغطي مع الحالة الصلبة حوالي 70.8% من مساحة الكرة الأرضية جيم يوجد صلباً على شكل جليد ويتركز في القطبين وعلى المرتفعات العالية وتقدر نسبته بنحو 1.39% من مجموع مخزون المائي الكلي وللماء في صوره الثلاث دورة مستمرة في الطبيعة بفضل الطاقة الشمسية يطلق عليها الدورة الهيدرولوجية تجعل الماء يستهلك ويتجدد في إطار كامل ومتزن بحيث يتبخر من المسطحات المائية والنباتات والتربة الدورة المائية تعرف بأنها عبارة عن عدة عمليات طبيعية مستمرة ليس لها بداية أو نهاية فالمياه تتبخر من سطوح كل من الكتل القارية اليابسة والمسطحات البحرية والمحيطية لتصبح بخار ماء عالق في الهواء يأخذ في الارتفاع خلال القلاف الجوي حيث يتعرض لعمليات التكثيف لتنهمر في أشكال التساقط المختلفة على الكتل القارية والمسطحات البحرية والمحيطية على حد سواء وعلى نوع المياه وأفرتها وسهولة الحصول عليها يتوقف نجاح الأنشطة البشرية المختلفة وتساهم أيضا في تكوين المواد العضوية التي تتغذى عليها آلاف الأنواع من الكائنات الدقيقة الأخرى كما أن جزءا منها يؤدي دورا هاما في العمل كمنظفات للبيئة وللوسط المائي أيضا تأثير مهم على كل مخلوق حي على سطح كرة الأرضية فهذا الحجم الهائل الذي يقدر بنحو 1.3 مليار كيلو متر مكعب يؤدي دور المنظم الحراري الأساسي للأرض فهو يمنع ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة ويتم ربط أجزاء الكتل المائية مع بعضها البعض من خلال التيارات المائية التي تحدث بفعل الرياح واختلاف كاثافة المياه بسبب تفاوت درجات الحرارة واختلاف تركز الأملاح بها فالتيارات الدفئة تعمل على تزويد السواحل القريبة للمحيطات في العروض العليا بالحرارة والرطوبة مما يجعل تلك الأقاليم معتدلة المناخ وسواحلها مفتوحة للمناحة البحرية على مدار السنة عما التيارات الباردة فهي لا شكة لطيف درجة حرارة سواحل العروض الدنيا المارة بها ويختلف النظام البيئي المائي عن النظام البيئي البري فالرطوبة والحرارة من العوامل الجغرافية الأساسية المحددة للنظام البيئي البري في حين أن الأكسجين المذاب والأشعة الشمسية من أهم العوامل الأساسية المحددة للنظام البيئي المائي ويدخل الأكسجين إلى الوسط المائي من خلال 1- التفاعل بين الماء والهواء 2- عمليات التمثيل الضوئي للنباتات المائية والطحالب 3- من الشلالات القوية ونشاط الأمواج يوجد تناسب عكسي بين درجة الحرارة وكمية الأكسجين المذابة في الماء بحيث يزداد ذوبان الأكسجين في المياه الباردة ويقل في المياه الدفئة وتعمل الحرارة على زيادة تحلل المواد العضوية وبالتالي تناقص كمية الأكسجين مما يؤدي إلى القضاء على الكائنات الحية المائية ويترتب على ذلك إطلاق الغازات السامة مثل الميثان والأمونيا ويندرج تحت البيئة المائية ما يلي ألف بيئة المياه العذبة وتمثل حوالي 3% فقط من الغلاف المائي وبالتالي فهي تعتبر تابعة إلى النظم البيئية البرية ترجمة نانسي قنقر